اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وما نزل منا من وباء وبلاء فاللهم إنا نستعيذ بك ونستجير اللهم لا تطردنا عن بابك فأي باب نترق بعد بابك وإن أبعدتنا عن أعتابك فأي طريق نسلك بعد ذلك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ومن رحمتك لا تحرمنا اللهم آمين اشتركوا في القناة كان يلقب بنقيب الفلاسفة تتلمد على يد الإمام محمد عبده وكان أبا روحيا لأديب نوبل العالمي الأديب نجيب محفوظ كذلك كان أول وزير معمم في الحكومات المصرية على الإطلاق وفضيلة أشيخ مصطفى عبد الرازق في مصر أرض المجددين تمثل محور المشروع التجديدي عند مصطفى عبد الرازق في بلورة الفلسفة الإسلامية باعتبارها من علم الكلام وأصول الفقه وهي نظرة جديدة تضع الفلسفة الإسلامية في مصاف الفلسفة العالمية وهي ابتكار إسلامي أصيل يرد على المستشرقين ويعلي من شأن التدريس الأكاديمي رحم الله مصطفى عبد الرازق شيخ الإسلام والإمام الأكبر رحمة واسعة فضيلة العالم الجليل الفصدكتور علي الجمعة أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بكم مرحبا فالدكتور لو اتكلمنا عن فلد شيخ مصطفى عبد الرازق وحبه وعشقه الفلسفة ومشروع التجديدي هل كان فيما بينهم علاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الحقيقة سماحت وفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأزهر كان علامة فارقة في بدايات القرن العشرين أو النصف الأول من القرن العشرين بمشروعه التجديدي وبأفكاره التي نقل فيها المسيرة العلمية نقل نوعية الشيخ مصطفى كان أولا من عائلة ثرية ووجه ثراءها وما كان يمتلك لخدمة العلم والعلماء ومشروعه الفكري والحضاري ومشروعه العلمي الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى كان من أسرة تحب العلم مع الثراء كان ده يعني بيعطيه وجاهة لكنه كان هادئ النفس يعني من جوه كان هادئ كان جميل وكان يحب أن يأخذ أجمال كل شيء من كل شيء ويصفه من رأاه أنه كان في غاية التأنق يعني أنيق جدا حتى أن المنديل الذي كان يستعمله كان معطرا لما يطلعوا كده الريحة تهب يملل مكان ريحة وأريج وحاجات زي كان منح البشوية فلما تولى مشيخة الأزهر فإنه يرى أن رضبة الإمام الأكبر يعني رضبة تعلو رضبة البشوية فاستأذن القصرة بردها رد البشوية؟ أنا بس بدي لك ملامح بعض الشخصية أنا شوف الراجل الهادي اللي جوه ده الراجل الأديب الراجل الذي يأخذ أجمال كل شيء من كل شيء وهذه التربية مكنته من إتقان الفرنسي قبل ما يذهب إلى فرنسا وساعد في نقل رسالة التوحيد من العربية إلى الفرنسية لما جي الراجل الفرنسوي ترجمها هو اللي كان بيساعده معنى الكلام ده إيه أو نختار إيه في الفرنسية مكانها علشان تطلع الترجمة منظبوطة وبعدين سفر إلى باريس وجلس هناك مدة خريبتها 12 سنة وأخذ الرسائل والدكتوراه وكذا إلى آخر لكن مشروعه التجديدي مبني على الخروج مما كان شائعا حينئذ خاصة في الجامعة المصرية من التوجه الاستشراقي بإزاء الفلسفة الإسلامية التوجه الاستشراقي بيقول ما فيش حاجة اسمها فلسفة إسلامية والإسلام ما عرفش الفلسفة الفلسفة ده بتاعت اليونان أو يكون الكندي والفرابي أو كذا من الذين اشتغلوا بالفلسفة يكونوا خدوها من الفلسفة اليونانية أما إحنا كمسلمين وكحضارة الإسلام مناش في الفلسفة فجيه مصطفى عبد الرازق نقل نقلة نوعية في التدريس وفي المناهج وفي كل شيء ألا إحنا عندنا فلسفة وفلسفة على أبدع ما يكون وعلى أعمق ما يكون تتمثل في أمرين الأمر الأول هو علم الكلام والأمر الثاني هو أصول الفقه فعلم الكلام وأصول الفقه هو الذي أجاب على الأسئلة الفلسفية الكبرى التي وبعمق لم تشهده البشرية من قبل هو يعني فلسفة المذهب الفلسفي بتوع الفلسفة في الدراسات الغربية يفرقون بين المذهب الفلسفي والاتجاه الفلسفي المذهب الفلسفي معناه الكلام في ست مسائل الإله الكون الإنسان الأخلاق الجمال والمنطقة هذه الستة دول الستة دول تقول لي فيهم يبقى أنت صاحب مذهب فلسفي تجاوبي لي على إشكالياتهم يبقى أنت صاحب مذهب فلسفي إيه إشكالياتهم هو ربنا ده برا العالم ولا جوه العالم هو حالف فينا ولا هو يحل في حد ولا هو هناك فارق بين المخلوق والخالق هو ربنا ده لو بداية ولو نهاية ولا ملوش بداية ولا ملوش نهاية إلهيات مصبع عندنا إجابة لكله ده عندنا إجابة لما واحد يسأل الأسئلة وإحنا جايين منين ربنا خلقنا طب نعمل هنا إيه مكلفين عن طريق الوحي طب وهنكون بعد الموت فين في يوم آخر هنرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيحسبنا وفي عقاب وفي ثواب وفي حساب وفي جنة وفي نار معانا الكلام ده بالتفصيل يعني لما هتقعد تكلمني من هنا البكرة أنا معايا إجابات لكل الأسئلة الفلسفية المختصة بالإلهيات لكل الأسئلة المختصة بالكون والحياة والحياة بكل الأسئلة المختصة بعد ذلك وبالإنسان من هو الإنسان ده وبكل ذلك مع الثلاث حاجات التانيين اللي هما المنطق والجمال والأخلاق عندنا وعندنا عميق أوي ندريكو إزاي بعلم الكلام وبأصوله في القيوب أدول هما الفلسفة الإسلامية اللي هتجاوب لي على كل ما هنالك من أسئلة يبقى أنا صاحب فلسفة إسلامية وراح الجامعة المصرية ودرس هذا فمعرفوش المستشرقين يردوا علينا وأخذ بالك اللي كانوا بيدرسوا اللي كنا جايبين هم علشان فتحين الجامعة جديد ولسه الأكاديمية ما هيش الأجانب اللي جايين ينهضوا بالجامعة ويأسسوا جايين ينهضوا بالجامعة ونستفيد من الخبرات بتاعتهم فقال لهم لا وقلف كتابه التمهيد فكان كتابا فريدا وحيدا شريدا يعني كان كتاب بيمثل مفتاح مشروعه التجديدي وهو مفتاح يتعلق بصوغ النموذج اللي احنا كنا بنقول عليه ده هو في التجديد وبالموقف من التراث لأنه ما سابش التراث بتاعه وقال ايوة صحيح ده ما فيش فلسفة او الفلسفة دي تمال تكون يوناني او كذا الاخري لا ده احنا ابدعنا فلسفة لم تكن ولم تكن بعد ذلك وإلى يوم الدين في صورة علم الكلام وأصول الفقه طيب أستاذين فضلتك نخرج لفاصل بعد الفاصل نتكلم بقى عن أمور أخرى تتعلق بفضلة الشيخ مصطفى عبدالعزق أهلا أستاذينكم بعد الفاصل بقرية أبو جيرج بمحافظة المينيا ولد الشيخ العلام مصطفى عبدالرازق باشا ووسط الطبيعة الخلابة تجد قصره العالي يزين المنطقة بأكملها فهنا كان يلتقي الشيخ مع محبيه وتلاميذه في صالون ديني وثقافي اسبوعيا يتبادلون أفكارهم التنويرية في كافة العلوم والأمور الدينية وهنا تسمع هديل الحمام الذي يقف على مشروبية القصر الأثرية وبرغم مرور سنوات طويلة على وفاة الشيخ إلا أن قصره ما زال منبرا للعلم وما زالت جلسات العلم والثقافة تزين القصر بين الحين والآخر لترسل السلام لروحه وتقدر مسيرته الفاخرة رحب بفضيلة الدكتور علي الجمعة مرة أخرى أهلا وسهلا بخاطرتك أهلا وسهلا أهلا ما هو السند لفلد الشيخ مصطفى عبد الرازق وإيه مفهوم السند المصري السند المصري هو السند الذي فيه العلماء المصريون في روايتهم للكتب أو في روايتهم بعد ذلك للقراءات أو الأحاديث لأن مما منى الله به على أمة الإسلام هي قضية السند وهو أنهم لما نقول إنما الأعمال والنيات عارفين من دلوقتي لغاية سيدنا النبي مين اللي قال الكلام ده اللي سمعوا من سيدنا النبي عمر عارفين عمر عارفين إمتى تولد وإمتى انتقل وتتلمز على مين وقال الكلام ده فين قالوا على المنبر والناس سمعته كلها أخرجه البخاري فالبخاري أحد في السلسلة عن 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 العنعنات دي كلها ما حدش في الأمم وإلى يومنا هذا اهتم بذلك التوثيق مثل ما اهتم به المسلمون القرآن منقول كده دينا ألف سند للقرآن ذكرهم ابن الجزري وطبعا الألف دول ده الأساس لأنهم بقت عشرات الألاف أنا عارف أننا قرأت القرآن على الشيخ الهمداني إلا أراه على الشيخ عبد العزيز إلا أراه على الشيخ الصحار إلا أراه على الشيخ الجنيني إلا معنا كده سند يعني مش وهم القرآن اللي أنا أقرأه الآن وحفظه ونقوله كده ليه سند فيه لرسول الله فده معنة السند فالشيخ عبد الحليم محمود كان له سند والسند ده كنا بحثنا عنه كثيرا وكان الناس تسأل عنه كثيرا هو نحن عايزين سند الشيخ عبد الحليم محمود الشيخ عبد الحليم محمود كان أعطى هذا السند لأحد الأساتذة التونسيين والسند غريب شوية لأنه مسلسل بشيوخ الأزهر من المصريين فالشيخ عبد الحليم محمود أصبح شيخا للأزهر خاد السند من الشيخ محمود شلتوت قبل ما يبقى شيخ أزهر لكنه أصبح شيخ أزهر خاد السند من مصطفى عبد الرازق اللي هو معنا النهاردة بنتكلم فيه كده بس مصطفى عبد الرازق سنة 45 تولم الشيخة الأزهر انتقل بدري شوية حتى وهو صغير 47 يعني يقعد فيما الشيخة الأزهر سنتين لكن أصبح شيخا للأزهر الشيخ مصطفى عبد الرازق أخذهم شيخ المبابي وشيخ المبابي أصبح شيخا للأزهر لمدة سنة الشيخ المبابي أخذوا من البرهان البجوري اللي هو شيخ الأزهر الشيخ المبابي أخذوا من القوسني اللي بقى شيخ أزهر فده يقول ده سند عجيب غريب لأن كل واحد فيه أصبح شيخ الأزهر واخذ بالحضارك إزاي فإذا ده اللي بنسميه سند مشايخ الأزهر المصريين لأنه لما يتسلسل كده كده يبقى فيه كل العدد ده قم نقول مسلسل بالمصريين المسلسل كل فيه صفة صفة مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم يعني يقول لك في كل واحد يقول وبعد الشيخ ما قال لي للحديث ده تبسم من دلوقتي لغاية سيدنا الرسول واخد بالك علي بن أبي طالب قال إنه توضأ وبعدين بعد ما توضأ ضحك وهي جد كده وفي حاجة ضحكته لكن الراوي اللي عليه اللي بعدية توضأ وبعد ما توضأ ضحك ويعملوا كده يقولوا لإيه المسلسلات المسلسلات دي أعلاها مسلسل يعني أكثر وهنتشار بالأولية الشيخ بتاعي الشيخ عبدالله بن الصديق حدثني وكان أول حديث يحدثني قال حدثني الشيخ عبدالله التلاوي وكان أول حديث يحدثني قال حدثني الشيخ البرهان البجوري وكان أول حديث يحدثني دي الأوائل يعني فده تسميه حديث الأولي فين بقى هناك الأولية تنقطع عند السوفيان بن عيينة وبعدين ينمو به العبدالله بن عمر بن العص رضي الله وتعالى عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض ارحمهم من في السماء وهذا أول حديث أجيزك به وأجيز المشاهدين به فيكون ده حديث مسلسل منك إلى سيدنا النبي وفي كل حلقة من حلقاته فيها كلمة وكان أول حديث يحدثني ويجوز لكل المشاهدين الآن أنهم يقولوا حدثنا علي حدثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا التلاوي قال حدثنا البرهان البجوري إلى آخري وكان أول حديث يحدث لي يعني صدر المشاهدين وأنا دخلنا في السند دخلت كده في السند الحمد لله برك الله مسأله لذلك قاله السند بن الدين السند بركة هذه الأمة لأنه كون أن أنت تعرف أنه في سلسلة أولها سيدنا رسول الله وإنت آخرها فده لما خدنا السند ده قلت أنا وأحد الزملاء من الشيخ عبد الله فوحنا نزلين قال لي هذا يوم ميلادنا يعني كأننا وردنا باتصالنا بسيدنا رسول الله علي أفضل الصلاة وإحنا كمان شاكرين بن الأكيد لحضرتك يعني شكر سيد المشاهدين يعني نحن دخلنا في هذا السند الشريف فده السند المسلسل بالمصريين الله يفرق بحضرتك فكلمة المصريين وألف فضيلة الشيخ أسامة الأزهري أسانيد المصريين لأن المصريين اهتموا بالسند اهتماما بليغا كشأن العالم الإسلامي برك الله فيكم سيدنا حبيب أسأل فضلتك عن علاقة فضيلة الشيخ مصطفى عبد الرزق بمسهر بعمل الأدب العربي طاها حسين كذلك بأديب نوبل صنع الأديب نوبل نجيب محفوظ كان بيعتبر في الشيخ مصطفى عبد الرزق أب روحي فكان واضح أن في علاقة بالأدب وعلاقة بالصحافة كبيرة جدا الشيخ مصطفى كان أديبا بطبعه وكان واسع للطلاع وكان كما قلنا أن له علاقة بمحمد عبده وساهم فيه ترجمة رسالة التوحيد إلى الفرنسية الشيخ مصطفى رحمه الله يعني فريد في هذا النوع لأنه كان من نشأته وفي بيته وأخو كان من العلماء أيضا أبوه كان يحب العلماء وكان يراجعهم في قضايا الأدب برضه مما قرأت يعني أنه كان داعم للمثال الشهير محمود مختار صاحب تمثال لأنه كان صديقه في باريس لأنه مختار كان في باريس في هذا الوقت وكان يجلس كثيرا مع الشيخ مصطفى وعيشين مع بعض هناك في باريس مجموعة كبيرة من العباقرة المصريين كانوا في باريس وكانوا زملاء دراسة تمام طب كان بيقول كمان على صوت كوكب شرق ومكلسوم بأنه نعمة من نعمة دنيا هو هذا موروس في المصريين أنهم يحبون الصوت الجميل والسيدة رحمها الله تعالى أدت كثيرا وغنت كثيرا في المناجاة وفي الثناء على الله وفي متح سيدنا رسول الله ولد الهدى فالكائنات ضياء التي ألفها شوقي أو لما تيجي تقول أبا الزهراء قد جوزت قدري كلام شوقي بمتحك بيدأن لي انتساب مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اكتست السحاب فإحنا قلنا أن مصطفى كان رحمه الله تعالى يحب كل جميل وبرم بيقول إيه با الآن بتعشى كل جميل فهو كان يحب الجمال وكان يحب الصوت الجميل وكان يحب المنظر الجميل وكان يحب الفكرة الجميل كان جميلا في الداخل وفي الخارج نعم رحمة الله عليه أشكر لفضلات العلامة لأستاذ الدكتور عليكم شكرا جزيلا لفضلتك أهلا وسهلا بكم متشكر جدا شكرا موصول لحضراتكم إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة والتي تصل إلى حد المصيبة عدم تعليم اللغة العربية للأطفال في بعض العائلات بل إنهم يفتخرون بذلك وكأن تعلم اللغة الأجنبية وعدم إتقان العربية وسيلة لدخول الجنة إذا من الله سبحانه وتعالى عليك أن تكون في المنطقة العربية فإنه لا بد أن تعلم أطفالك تلك اللغة لأنها مفتاح فهم الكتاب والسنة ومفتاح فهم الطراث الموروس ومفتاح فهم ذلك المجتمع الذي سيعيش فيه واللغة والفكر وجهان لعملة واحدة فاللغة المستقيمة تؤدي إلى فكر مستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم هدئ روعي يا رب العالمين اللهم هدئ بالنا وأصلح حالنا وأرشدنا إلى سواء السبيل اللهم آمين